توم كروز مش أول ولا هيكون الأخير في قيمة النجوم العالميين اللي ورى ابتسامتهم البراقة طبيب أسنان محترف قيمة لا تعد من النجوم العالميين خضعوا لجلسات تقويم وتجميل الأسنان من زمن مش بعيد كان الحصول على أسنان سليمة وجذابة أمر مرهق لكن مع النقلات المتكررة في أجهزة وتقنيات تجميل الأسنان بقت ابتسامة نجوم هوليود الساحرة ملك للجميع أهلا بكم تعالوا نقرب من الخصة دي شوية بدقة وتعالوا نكون يعني مركزين في حاجة مهمة قوي قد إيه صناعة الابتسامة دي شيء مهم جدا لأي حد بس لإن النجوم حد وشوش معروفة فهنلاحظ الفرق المهول الكلمة دي دقيقة جدا فرق مهول في شكل الإنسان لمجرد وكلمة المجرد دي كلمة مش نصيبة قوي يعني مش دقيقة قوي في التوصيف لما غيرنا أسنانهم مش منقولش مجرد تغيير الأسنان لأن دا قمته كبيرة تغيير الأسنان تعالوا نشوف مثلا أول حد ديميمور ديميمور مع شقة الجيل بتاعنا الجيل بتاعنا إحنا كنحب قوي ديميمور قوي ديميمور في وقت من الأوقات أنا في رأيي أن أسنانها أعاقتها وحتى لما بدأت تغييرها ما غيرتهاش بالشكل الأفضل يعني أنا في رأيي برضو ما وفقتش لكن على الآل حسنت كتير قوي في شكلها لكن نشوف حاجة أكثر نجاحا شوية فيكتوريا بيكهم فيكتوريا بيكهم المشهورة شوف السنان كانت عاملة إزاي كانت مشكلة مشكلة شوف تلوقتي السنان عاملة إزاي لأ دي محمولة حلو حلو قوي مثلا لو رحنا لتوم كروز الأكثر شهرة في العالم كان سنانه كانت مشكلة كبيرة جدا وتصلحت كانت أكتر من كده بكتير كانت أفضل من كده كان فيه سنان فعلا سيئة وتصلحت ومناسبة إلى حد كبير كريستيان ونولد بقى يعني لأنه دلوقتي سينمائي كريستيان السورة دي مش باينة أوي يعني كان نفسي بس يعني ماشي ماشي الحال لكن سنان شبه طبعا كانت الأول سنانه فيها فروقات وكانت مخليها غير كده خالص دلوقتي رجل عالمي ديفيد بيكهم ديفيد بيكهم دي واضحة شوفوا بص هي ما كان لعب كورا هل بتخيلوا أنه ديفيد بيكهم كان هيظل بسنانه الأديبة دي مستحيل مستحيل طب نقرب شوية بقى من كاترين زيتا جونس كاترين زيتا جونس شوفوا بقى السنان دلوقتي وقبل كده كانت عاملة إزاي هل تتخيلوا الاتنين دول نفس الشخص ده المفروض إنها كبرت المفروض يعني العشمال دي تقريبا نص عمر اللي علمين نقول اللي العشمال دي 22-23 سنة 25 سنة اللي علمين دي حاجة و40 سنة إيه رأيوكم بقى تخيلوا مين أجمل العلمين طبعا طب إيه الفرق مناخيرها أزبطتها شوي السنان 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 خيرت شكلها 180 درجة خلت العالم كله يبص كاترين زيتا جونس على أنها واحدة من جميلات السينما العالمية لو ما كانش فيه تجميل سنان هل بتعتقدوا أن كاترين زيتا جونس اللي على الشمال كانت هتوصف فيهم الأيام بأنها واحدة من جميلات السينما العالمية أكيد بعد ما نشوف ده هنقول شكرا لعالم تجميل الأسنان في مصر عالم تجميل الأسنان بقى قفز قفزة مذهلة أنا بقى أحيي طب الأسنان في مصر لأنه عندهم حاجة مهمة جدا اسمها الغيرة العلمية الغيرة العلمية عندهم عالية قوي قوي ده موجود في تخصصات كتيرة في مصر لكن في الأسنان بارز الحقيقة وده بيخليهم يكونوا على نفس القدر بين المساواة والمنافسة مع التقدمات العلمية الموجودة في العالم الغربي تعالوا النهاردة نسرح ونشوف يعني إيه طب أسنان بأقسامه مع ضيفي العزيز الذي يبدأ في حواره دائما ويمتعني في حواره دائما ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور الكريم إبراهيم الأسنان لها وظيفتين التسامة والأكل ملاش أي وظيفة تلك الزراعة ملاش علاقة بالسن ابدأ من بعد سبعين سنة فكر في الزراعة لا فيش أي مشكلة خارج الدكتور اللي معاش هادة بيقى فخور بيها جدا النجم لو أسنانه مش عجباه مش هيعرف يقدي ويسق في نفسه ثقة في النفس يعني أداء كويس يعني وظيفة كويسة يعني نجومية يعني تواصل مع الناس رؤيتك لحاجتين مهمين العمل الجماعي والقرب الدكتور من المريض لو خارجت من الكلينك والدكتور مش صاحبك أعرف أن انت خسرت بي الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميلة الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا استشارة تركيبات السبتة لتجميل الأسنان المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان ضيف العزيز واحد من نجوم طب الأسنان دكتور كريم إبراهيم منوّرني وسعيد جدا بزيارتك النهاردة وأماني نفسي بيستمتاع لحوارك الممتع دائما هبدأوا من منطقة أقسام طب الأسنان سواء في براتيش في أي منظومة من منظومات طب الأسنان في عندكوا أقسام دائما نحس أن الأقسام في طب الأسنان ممكن يحصل بين اخناقات أو يحصل اختلافات أو يحصل أولويات أو يحصل يعني تفضيل حاجة عن حاجة الكلام ده وقت إزاي بتتعامله معا والله يا دكتور أيمن إحنا يعني من فترات بنينا ثقافة للناس أن يلا أنسوا بقى فكرة الوان من شو أو أنسوا فكرة الشخص الواحد اللي يقدر يعمل لك كل حاجة ويلا بينا نشتغل ويدن تيم وورك أو مجموعة عمل وابتدت الناس تفهم ده تقتنع بيه وتسأل عليه يعني يعني خلاص ابتدت الناس ما عانيش كتير معاها أن هي تفهم أن فيه تخصصات كتيرة هتشتغل معاها للأسف الشديد الناس ابتدت يعني تتفاجئ أن فيه حاجات وزن التيم نفسه يحصل فيها مشاكل من أهمها أن أنه بقى يشتغل مع فرض من التيم والفرض ده يدي وجهة نظره على الخطة العلاجية بما يميل للتخصص بتاعه يعني دكتور الزراعة أو الجراحة ممكن يميل الخطة كلها نحية الزراعة مع أنها كانت ممكن تمشي في سكة تانية شوية دكتور التركيبات ممكن يميل الخطة شوية نحية التركيبات مع أن ممكن الخطة كانت تمشي أفضل في التراك تاني فهنا وجدت أن نحن لازم نبقى فهمين أن الخطة لازم تتحط فير يعني إيه فير ما لهاش ميول لقسم عن قسم يعني اللي بيحط الخطة أنا ساعات وأنا بشرح الخطة العلاجية للمريد أقول له القسم ده موجودة يعني المتخصصين بتاعهم موجودين بس أنا شايف أن أنت ما تدخلش في القسم ده يعني أنا كان عندي بيشنت أنا أصلا يا دكتور بأمسؤول عن قسم التجميل أكتر أو القسماتك دي الحتة اللي أنا بحبها جدا البيشنت اللي قدامي كانت محتاجة تقويم يعني كل المعطيات اللي قدامي بتقول لي تقويم فقالت له يعني أنت لازم تفهمي أن أنا وأنا بوجهك للتقويم ما عنديش أي انحياز لأن القسم بتاعي بيفقد الخطة العلاجية هنا يعني مش هيتدخل القسم التجميل مش هيقدي دور كبير في التقويم لكن أنا شايف أن مصلحتك تروحي ناحية التقويم القسم التقويم هيديكي فايدة أكتر شوية أو نتيجة أحسن ليكي وتوفيرا لصحة أسنانك أكتر فيبقى الموضوع مالوش علاقة بتخصصي أنا إيه قدم ليه علاقة إيه الأفيد للبيشنت إيه الأسرع لي إيه الأحسن لصحته خد بالك فيه فيه برانش يا دكتور أيمن بيبقى أسرع من برانش يعني يدي نتائج أسرع بس النتائج دي فيها زي بقوله أجريسف سوليوشن يعني تدخل على سنان المريض أكتر مثلا في حين إن إحنا كنا ممكن نحافظ على السنان بشكل أكبر السكسسريت بتاعها مش عالي قوي يعني مثلا نسبة النجاح هنا كانت 60% في حين إن أنا لو عملت خطة أطول شوية هتديني النسبة نجاح 90% أو 95% يبقى على الأقل خلينا نقول إن الأقسام كلها متواجدة بس اللي بيحط الكريت من تبلان لازم يبقى راجل فير لازم يبقى راجل ما بينحس القسم عن قسم بيحط كل الأقسام قدامه بما يفيد البيشنت اللي قدامه أنا هفيدك إزاي؟ عن طريق أن أنا هدخل القسم ده هنا ودخل القسم ده هنا والقسم ده ما يتدخلش لأن أنا شايف إن حالتك ما تحتاجش ده إذن ليس هناك خلاف بين الأقسام إذا كانت الإدارة واعية لقيمة كل قسم وإستيوشن المفروضة يشتغل صحي الإدارة حط يا دكتور تعب ما هي الإدارة ميت قد ولذلك هرجع أقول دايما إنه في الطب لازم يبقى فيه نظرة لكلمة اسم الإدارة نظبوط اسم المنظومة اسم المنظومة اسم المنظومة اسم المنظومة ومين الهيد مصر عليه صحي إنه فيه الناس جهلة في الماركتينج ببدأت تلغي أسامي الدكاترة وتحط أسماء منظومات بس وده غلط غلط جدا ده غلط كبير جدا ده جهلة تسويقي وجهلة ماركتينج غير عادي القصة كلها دكتور ده العلمي في التريتمينت بلان في الخطة مين اللي هيحط الخطة بالزبط ولذلك إحنا نقف وده محاجة برضو سؤال مهم إزاي أنت بتقدر تتابع الأقسام كلها إزاي منتابع الأقسام عن طريق سيستم صارم يعني إحنا يا دكتور يعني بنبقى مع البيشنت يعني بنحاول قدر إمكان بنبقى فاهمين أن مريض الأسنان مريض بيعاني وفي مصر بالزات عانوا كتير يعني من خطة علاجية ممكن بتبقاش نجحة من ثقافة ما كانتش موجودة ففي الأخرة أنا فاهم أن هو مريض بيعاني فببقى بري فرند لي معي بحاول قدر الإمكان أبسط الأمور عليه على قد مقدر لكن فيه نظام صارم هو ما بيشوفوش بيتحكم في الخطة العلاجية ضمان تنفيذ الخطة العلاجية وضمان المرأبة عليها ما بين الأقسام بمعنى أن أول ما البيشنت بيدخل منظومة بريتش لازم يتصور صور فوتوغرافية يعني وفيديوز ويتعمله أشعة مقطعية سلاسية الأبعاد عشان من هنا تبقى نقطة الانطلاق إحنا من هنا قدامنا كل المعطيات فببدأ التواصل عن طريق التليفون عندي بكذا متخصص فكذا قسم أنا بحتاج متخصص ده والمتخصص ده والمتخصص ده يجي وينقشوا معايا الخطة العلاجية فبيبدأ كل متخصص يعرض وجهة نظره في التخصص اللي هو هيشتغل فيه في الحالة دي وبيبدأ كتابة الخطة العلاجية ووضعها على فايل الفايل ده زي دكتور أيمن فايل صارم يعني ما ينفعش حد يغير فيه ولا حد يزود ولا حد ينقص إلا بالرجوع لية تاني يعني الخطة بدأ متكتبت مع المتخصصين وتعرضت على البيتشنت والبيتشنت وافق عليها وعرف أضرارها وعرف مميزاتها لا يمكن التغيير في الخطة دي إلا بالرجوع تاني في ظهور مفاجآت وإحنا شغالين فمن هنا بتتم مراقبة الخطة العلاجية إن كل واحد بيبقى عارف دوره كويس والتواجد اليومي للمتخصصين دول معايا بنبدأ نراجع الخطة العلاجية خطوة خطوة عشان نتطمن إن كل متخصص سلم المتخصص اللي بعديه في المرحلة اللي أنا محتاجها منه بتجيلي في الآخر الخطة العلاجية في مرحلة التجميل هما خلصنا علاج الأسنان وتصميم الشكل اللي أنا عايزه والمعطيات عشان أبدأ أشتغل على تصميم الابتسامة أو الشكل النهائي وسدقى يا دكتور أيمن أنا أصعب حاجة علي كانت انتقاء الناس اللي أنا هشتغل معاهم يعني الدكاترة اللي أنا بشتغل معاهم بانتقيهم يعني بشكل هذه أصعب حاجة مطول جدا جدا ويعني وكل برانشيطة طبع أصعب حاجة يعني فريق العمل صعب أن أنت فروة البشرية صحيح والرزق البشري ده واحد من الأرزاء اللي الناس ما بتاخدش بالعمل والعمل الإنساني في الدكتور يا دكتور يعني أنا فيه ناس كتير قوي تتكلم على مهارة الدكتور وشغله وبينسوا العمل الإنساني أنا بيتعرض علي سيفيز لدكاترة عظام جدا بس بحس أن ينقص عندهم العمل الإنساني أنه يتعامل مع المريض كإنسان قبل ما يكون دكتور فبتبقى جي من النقطة المهمة جدا أن أنا عايز أتطمن أن المريض اللي هيدخل بريتش حتى المعاملة الإنسانية لي تكون راقية وتضيف له كتير غير العلاج الطبي الحس الإنساني جزء مهم في التقييم جزء مهم في التقييم تقييم الدكتور للأطباء طب تعال نطبق نحن ندى على حاجة حاجة نبدأ بالزراعة الأول الزراعة ما بين أنها حالة بيتم فيها التعويض بيتم فيها التعامل جراحي بيتم فيها البناء لشيء معين وفي النهاية برضو هي حالة تجميلية صحيح بصر دكتور أيمن إحنا لو عرضنا أول الحالات عندنا دايماً هعرض فيها تفصيلة طبية معاها تفصيلة إنسانية عشان أنا يعني لازم الناس تعرف قيمة الدور الإنساني للمرضى وليلدكاتر الكيس دي إحنا عرضناها قبل كده بس عرضنا فيها تفاصيل طبية جداً عرضنا إزاي الزراعة ولحركة تفتكر أيمن في حلقة سابقة تكلمنا على إزاي وضعنا الزراعات باتجاهات معينة وبتركات معينة عشان تبقى صالحة هنا هتكلم دي بتسامة المريض قبل لو تحركنا على طوله وابتدينا ندرس الحالة ونشوف الصورة اللي بعديها هنلاقي الزراعة الزراعة في بققه تارت تتواجد طبعاً الصور الجانبي عشان نشوف اتجاهات المريض ورسمة الوش بتاعته عاملة إزاي ابتدينا نحط الزراعات الجوه دي تركيبات قديمة احنا ملناش دعوة بيها غيرناها بعد كده يعني ودي نقطة دكتور أيمن لو سبتنا الصورة دي هنفهم ايه لأ معلش هنرجع الصورة اللي فاتت معلش بعد إذنكم الصورة اللي فاتت عباً على طول قديمة ان التركيبات القديمة دي كنت أنا ممكن استسهل جداً في الخطة العلاجية واشيلها وحط زراعه بس الزراعة مكلفة جداً فطول ما اقدر استغنى للمريض عن منطقة مش هزرع فيها هتوفر عليه تكلفة كويسة فلما عملت الأشعة المقطعية ولقيت الدروس اللي تحت التركيبات دي جيدة مرضيتش أشيلها يبقى احنا بنفهم من الخطة العلاجية فيها تفاصيل ممكن توفر على المريض وقت وتوفر عليه تكلفة بس سبنا ندرس الحالة كويس فاحنا زرعنا في الأماكن اللي ممكن تكون محتاجينها وسبنا الأماكن اللي نقدر نغير التركيبات فيها فتعمل شكل جديد طيب تعالوا نجيب بقى أول صورة لابتسامة المريض بعد الصورة اللي بعديها ابتسامة المريض قديه فرحان أه قديه مبسوط وقديه طبيعية طبيعية وقديها دكتور أيمن فيه حاجة أنا أحبها قوي الابتسامة دي تحس أن هي ابتسامة مرسومة على الشكل الشخص ده بتاعته بتاعته الكلمة بتاعته دي مهمة جدا اسمها دكتور أيمن حاجة كاستام ميد حاجة مش معمولة ريدي ميد دي حاجة معمولة متفصل عليك زي ما البنوتة كده بتفصل فستان تقعد تتعف فيها زي ما أنت بتجيب بدلة البنوتة بتاعتي متفصل علي بالزبط كده ليه جايب صورته هو بيدحك في جميع الاتجاهات الراجل ده زي ما قلنا كده كان راجل يعني اللي هو في دولة المغرب وكان راجل ظريف وهو استمتع جدا لما جبنا حالته المرأة اللي فاتت يعني وبيشكرنا بشدة على عرض الحالة لأنه حاسس أنه وصل لإنجاز كويس بس الجانب الإنساني هنا دكتور أيمن في زوجة المريض وهنا بقى نحيي الناس زوجة المريض ده دكتور أيمن دايما مريض الزراعة بيوصل بيه لحظات شك يعني إيه في وسط ما احنا بننتظر وبنشتغل على التفاصيل بيبدأ يحس بإحباطها وانا إمتى هوصل للنتيجة النهائية دي زوجته لم أراها يوما إلا مبتسمة ولم أراها يوما إلا محفزة يعني شعب المغربي شعب على فكرة يعني أنا بحييها من هنا والله شعب عظيم لما بقيم الخطة العلاجية بتاعتي قلت لهم كده زوجة المريض ده ساهمت بنسبة 20% في نجاح الخطة العلاجية ليه؟ على طول بتحفز زوجها أن احنا هنوصل للنتيجة النهائية بتدي له ثقة في المكان بتدي نحنا ثقة أن هي دايما متتعامل معها نفسيا في الوقت اللي هو مش قادر يأكل فيه ومنتظر نجاح الزراعة فهنا تحية لكل وحدة أو واحد بيبقى جنب شريك حياته بيبقى جنب شريك حياته زي ما حدرتك قلت وبيصبرته في وقت الضعف وبيصبرته في وقت الشك وبيبقى إيجابي ليه؟ لأن فيه حد تاني يفتكر أنه هو خايف على مصلحة المريض فيشككه في الدكتور أو يشككه في الخطة العلاجية أو يشككه في النتيجة اللي هتظهر فهو أنت بتتخيل أنه أنت هنا بتحفظ عليه أنت هنا شككته في أهم وقتك كنا محتاجين أن أنت تخليه يصق في الطبيب فهنا زي ما قلنا يا دكتور أيمن فيه جانب إنساني إزاي وصلنا للابتسامة دي لأن كان دايما المريض على مدار المرحلة اللي إحنا بنشتغل فيها بيصق فينا وفيه حد بيساعده وبينجح له القصر ما هو عارف فأنا بس عارف جاعة تاني أقولك أنه كتير من الابتسامات والأسنان اللي إحنا شفناها نقدر نقولها تجميلين فشلة كان السبب في فشالها إيه تخيل أنهم راحوا وعملوا عند صحابهم يعني إيه عند صحابهم عند حد يعرفهم صحيح قصة مش إن أنا أعمل ممكن يكون إلا أنا أعرفه ده كويس جدا يا سلام يبقى حلو لكن ممكن يكون إلا أنا أعرفه ده ما يمتلكش من العلم شيء يمتلك شيء واحد بني وبينه إن أنا أعرفه والله يا دكتور أيمن حتى لو يمتلك من العلم شيء أنا بالذات صحابي وأرايبي لا أتدخل في خطاتهم العلاجية دايما أخلي حد من الفريق عندي هو اللي يحط لهم الخطة ليه؟ ساعات العاطفة تتدخل ساعات مفروض إن أنا أعمل حاجة وأنا حاسس إن أنا عايز أوفر له شوية وقت ولا وفر له تكلفة فأثر في الخطة العلاجية فروح جايب حد من الدكتورة اللي أنا أبثق فيهم وأقول له ناقش معي الخطة دي أو حطها وحاول ما تدخلش فيها قدر الإمكان أتدخل فضوري بس كشغل فهنا حتى دي بيسموه في الطب ريكماندومة ما تشتغلش لحد تغرفه لا وفيه حاجة ثانية كمان من غير الكماندومة النجوم أو المشهورين في عالم الفن والرياضة والتمثيل والإعلام دول أصعب أنواع العينين صحيح صحيح يعني أنا بعاني جدا معهم جدا؟ معهم صحابي يعني أنا بعاني وهم صحابي برا الكلينيك بحبهم جدا الإنسولين دي اللي حد فيهم بقولك لا لا ما تكتب ليش صحيح الأمر يا حامي أنت ما نفعكش غير الإنسولين لا لا ما تكتب ليش الإنسولين تبلي دول أنا يا دكتور أيمان كان عندي فنانة بدون ذكر إسمها يعني من الناس اللي بيدحكوني جدا قلت لها والله ما عارف اشتغلك يعني من كتر هي بتدحكني طول ما أنا شغال معاها والله يا دكتور أيمان لا حم مش عارف اشتغل يعني بس ما تخترحش عليك حاجة تصمم عليها هما بيبقى عندهم ظروف خاصة الفنانين بالذات بيبقى عندهم تصوير ومواعيد واتفطتلك سكادول صعب حلو حلو كل ده جمع على دماغي لكن ما تقولكش مستعمل لي لون شاهق قلبات لا هما يعني بعد الأمثلة اللي شافوها وعرفوا أن هي كده بقوا يسمعوا كلامي يعني بقوا يسمعوا كلامي يعني قلت لهم أنتوا عرفتوا قد إيه أن أنا لما كنت بصمم على حاجة كان بتطلع مظبوطة في الآخر فهنا الجانب الإنساني في الخطة العلاجية والشغل بتفرق جدا لو شفنا يا دكتور أيمن الكيس اللي جاي ودي كيس يعني صعب أن أي حد من مشاهدين الدكتور ينساها هتفضلوا فاكرينها كتير وفيها حتة إنسانية عظيمة لو شفنا أول صورة لها كانت مدام جاية مع زوجها وهنا بقى هنعكس دور الزوج بقى المدام كانت جاية وابتدت أن نبص على شكل أسنانها ونبدأ حسينا أن الخطة ستأخذ وقت وهتأخذ مجهود وقت دا بالنسبة لنا يعني أسبوعين يعني في عالم طب الأسنان دلوقتي الطبيعي أن نخلص الخطة في يوم اثنين تلاتة معنى أن أنا بقول الخطة ستأخذ وقت بالنسبة للتجميل يعني ستأخذ أسبوعين ستأخذ عشر تيام الزراعة زي ما قلنا رينج تلت شهور لما بصيت على الحالة دي بتقول لهم الحالة دي ليه سايبة نفسها كل الفترة دي لحد ما وصلت للمراحل دي وفضلت أتكلم معاهم والناس كانت متحمسة جدا وأنا دايما يا دكتور أيمان يعني أحيانا برفض حالات أحس أن الناس مش متحمسة للخطة اللي أنا حطتها أو مش متحمسة لأسنانها بشكل عام يعني جاية كده وهي مش عارفة قيمة ابتسامتها عاملة بزي ابتديت أشتغل ابتدينا لو شفنا الصورة اللي بعديها ابتدينا نفتح الفكة أكتر أنا بسيت على الاتسامة الأول طبعا يعني أسنان يا وصلت دي عندها سكر ابتديت أفتح بقى الصور لقيت كمان عندها سكر لا يا دكتور أيمان مش مريضة سكر لا هنرجع معلش نرجع للصورة التانية بس يا جماعة قبل ما نشترك الصورة دي ابتديت أحس أن الدروس الخلفية كمان فيها تدمير وكان فيه مكان فراغات محتاجة زراعة جوه يعني الأسنان الخلفية كمان محتاجة زراعة فهنا يا دكتور أيمان يعني اشتغل في الكيس دي 8 أو 9 أقسام من الدكاترة بما فيهم دكتورة العلاج الطبيعي ودكتورة الجلدية الدرما وتامن تخصصات جوه طب الأسنان كل دول بيشتغلوا في خطة واحدة مرسومة ومكتوبة عشان نوصل بيها لنتيجة نهائية ابتديت بعد ما خلصت شفت صورة أول ابتسامة لو خلصنا بقى الصورة دي وبصينا على أول ابتسامة دي وإحنا فاتحين بقها بعد علاج الأسنان وبعد وضع الزرعات في المناطق الخلفية فدخلت لدكتورة العلاج الطبيعي احنا دايما في بريتش بعد ما المريض بيخلص الخطة العلاجية بني بقى خايفين على العضلات الوش اشتغل كتير وفتح بقه كتير فقالت لنا ان زوجها كان من الناس اللي سهموا ان هي تعمل أسنانها وسهموا بقدر يا دكتور أيمن ان هم يعني معلش هدخل في التفصيلة دي يعني شوية هو ما حدش يعرف المريضة دي لانحش جايبين غلصة وراء الأسنان ان هم كانوا في ضائقة مالية جديدة وبمجرد ما الضائقة دي تفكت هو ما فكرش غير ان هو يعمل له أسنانها رجل عظيم رجل عظيم وعشان كده رجل عظيم يعني احيي احيي وهو يعلم ان انا نحيي لشخصه صحيح انا يعني معرفوش شخصيا بس انا بحيي هذا الرجل وكل رجل وكل رجل عنده هذا الرجل من العطاء لمراته لأمه لولاده الرجل عطاء وست عطاء عطاء للغير الناس دي عظماء اللي عندهم عادة انه يطلع متضائقة لما لا يفكرش غير في انه يسعد مراته ويا دكتور أيمن يعني قيمة اننا ربنا يوسع علي فاول حاجة فكر فيها اهل بيتي دي حاجة عظيمة وحاجة كان فيه رجل تاني ممكن يقول لا انا اعمل مشروع انا اعمل حاجة اننا فكر ولو تتخيل يا دكتور أيمن انا وانا بقى باشتغل في الخطة وشنه بس طرق من دقيقة والراجل يا دكتور أيمن واحنا شغالين يعني زي بيقولوا كده بالبلد يعني بيستخسرش حاجة اي حاجة نقوله ان هي في مصلحات اقول لنا اعملوها طب دي هتعمل كذا اعملوها اشتغلوا طلعوا احسن حاجة وانا والله ما كنتش عارف التفصيلة دي دي بالصدفة يعني عرفتها عن طريق دكتور دكتورة معايا بتشتغل فقالتلي يعني التفصيلة دي فأصريت ان انا اقولها وأصريت ان انا علينها ان اللي نقل الصورة من المنظر اللي فوق للمنظر اللي تحت هو زوج المريضة دي الراجل العظيم الراجل اللي هو انا بسميه اغنى الناس يعني اللي هو راجل حاسس ان الفلوس دي ملهاش قيمة وصاد ان شريك حياته يبقى سعيد وفي ناس كتير في مصر في ناس كتير جدا اه في ناس كتير جدا عشان بس الناس اللي بتروحوا طلعها صورة يعني سبحان الله في عزواج رجالة وستان ملايين في مصر رائعين ابص لقي السوشيال ميديا ولقي الميديا طلعها صورة بواحد وواحد مش كتير في عملوا ايه اه امثلا خبطها ولا عشوها ولا ضربها ولا واحد برضو عمل صورة من وسط مئة مليون وشوية وهم دول اللي يزوروها ويسيبوا المئة مليون في ناس يا دكتور ايمن في قمة الاحترام وفي ناس انا يعني بقيت اشوف الناس دي ويعني وانا بتطمن عليهم حاسس احساس رائع قد ايه التضحية وقد ايه العرفان بالجميل وقد ايه الحب في الشغل ده احنا هنا يعني يا دكتور ايمن صدقني الحالة دي يعني احنا لو لو رجعنا للصورة القابلة والبعد القابلة دي هنلاقي حاجة انا قصلا اول ما شفتها لو احنا خدنا بالنا الاسنان اللي تحت يا دكتور ايمن فيها حاجة اسمها كانت معوجة خالص واخد الكرفة كده فالترهم الحالة دي هتبقى صعبة جدا عليها لان انا عشان ازبط اتجاه الاسنان اللي تحت تبقى كده في سنة اه في اتجاه كل خلص دي بالظبط كده وانت رجعتها على الشمال خلص بالظبط كده انا عايز اقول حركة الحالة دي من اسهل الحالات اللي انا اشتغلتها يعني رغم الصورة الصعبة دي من اسهل الحالات اللي انا اشتغلتها وقد تفاصيلها حلوة وما رجعتش فيها حاجة وخلصت في وقت قياسي الحالة ما فيهاش تفصيلة غير لما تنفذت زي ما احنا عايزنا ضيف العزيز دكتور كريم ابراهيم ابدع دائما في الدكتور يبقى انه التحية نكررها انا ودكتور كريم لكل راجل مش بس مستر اكس اللي هو اللي احنا مقلناش اللي راجل عظيم صحيح كل راجل وكل ست نهاردة برضو مدام في بداية الحلقة رجعوا بس الحلقة عشان تعرفنا متكلم على مين اللي وقفوا جنب شريك حياتهم او شريكة حياتهم فيه رحلة مهمة صعبة رحلة الاسنان رحلة فيها كثير كانت من المخاوف قبلها صحيح في وقت الرحلة بتبقى ممتعة او بقى بقى بتاسق وتشوف التكنولوجيا بتبقى مستمتعة جد لكن اللي هو الزو والزوجة دول ظهر مهم جدا 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 سبحانه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذا الظهر خلقوا فعلا يعني سبحانه في الاية الكرآنية انه جعل لكم من انفسكم ازواج و جعل بينهم مودة اه لتسكنوا وجعل بينهم مودة ورحمة وهو صحيح واحدة مع رب راح شوالها بيني وبينها قرارة في يوم وليلة يتخلق هذا الجو دي معجزة صحيح معجزة لو اتنزعت المودة والرحمة دي لأي سبب بقى من الاسباب يقلبوا الى اعداء وده بنشوفه في حيثة يا رب ما نشوفه كتير في بلدنا ولا في مجتمعنا من قلب بريتش من المؤسسة اللي أنا شايفها الأعلى والأعظم على مستوى الوطن العرب شايفها تقدر تنفس الدول الأوروبية شايفها تقدر تحط مصر على قدر الاميتيشن أو الموازاة مع أي دولة أجنبية في مجال طب الأسنان بالزيد وإحنا بنعاني بقالنا فترة من فكرة الاستسلام أن أوروبا سبقانا دايما أو أن الدول الأوروبية سبقانا لا أنا قادر أقولها هنا بثقة أن بريتش تقدر تنافس أي دولة أوروبية أو على قدر الاميتيشن من أي دولة أوروبية نقدر نحط نفسنا في نفس التراك من نسبة لطب الأسنان طيب بريتش تعتمد في المقام الأول والأخير على الشخصية شخصية بريتش أو شخصية المكان هي المؤسرة في أكتر من 100 إلى 120 موظف مرتبطين بريتش إذا كان داكاترا إذا كان موظفين للعلاقات العامة إذا كان طقم تمريد كامل إذا كان ناس المسؤولة عن الحسابات والمواعيد والسكرتابيا كل ما يخص البيتش وكل ما يخص البيتش أو رضى البيتش عن الخدمة اللي بياخدها أو السوربس اللي بياخدها جوة المؤسسة دي قائمة على الشخصية شخصية بريتش إيه إحنا تعودنا وأنا نرجعك من 5-6 سنين وتكلمنا معاتو كتير عن بريتش والفكرة اللي عندنا والحلم اللي كان عندنا قبل كده النهاردة حابب إن إحنا نتكلم من جوة بريتش ونشرح أكتر شخصية بريتش عاملة إزاي الناس اللي هنا بيشتغلوا إزاي إحنا لدينا شخصية زي متفردة ما بنعرفش نقلت حد نعرف نشتغل زي ما إحنا شايفين أو بالشكل اللي إحنا شايفينه الشكل اللي إحنا عايزين نوصله للبيتش قائمة على سيستم إنجليزي في كل تفاصيل البيتش من أول ما بيدخل المكان لحد ما بنعمل عليه فرواب أو نتطمن عليه قبل ما يمشي هيعمل إجراء أي أن كان زراعة تجميل علاج لأطفال تقويم جميع برانشات طب الأسنان إحنا هنا أكتر من 25 دكتور متوزعين في جميع تفاصيل طب الأسنان فبالتالي شخصية بريتش هي المؤثرة في كل الكيان ده الشخصية الخاصة ببريتش الخاصة بتفكير الناس اللي بتشتغل هنا دمرا أنا عاشت فيها فترة وكان أنا شايف إن الأطباء المصريين والناس اللي موجودة هنا يمكن يكونوا أعلى على مستوى الهاند سكيلز أو المهارات اليدوية السيستم هو اللي كان بينقص شوية مصر بالنسبة لطب الأسنان فعشان كده أنا أعتقد إن إحنا قدرنا نوصل لده أو قدرنا نقرب منه بشكل كبير شخصية بريتش هي الشخصية اللي خلتنا نقدر نعمل كل الابتسامات دي كل ما يؤثر في ابتسام الشخص بريتش بتركز عليه جدا واللي إحنا قلناه وكررناه إن إحنا عملنا حاجة اسمها بكاستمايزيشن اسمايل أو اسمايل لكل منطقة أو لكل بلدة بمعنى إن دول الخليجي العربي لها ابتسامات هم بيحبوها وعشان كده بيجوا بريتش عشان يعملوها دول المغرب وتونس والجزاير لها ابتسامات بنقدر نشتغل عليها اليوريبيانز سمايل أو السمايلز الأوروبية بس في الآخر كل السمايلز تعتمد على ختم واحد هو ختم بريتش أو البريتش اسمايل زي ما قلناه فبالتالي نجحنا فيه فكرة لازم الناس توصل لها أنا بحس ده إن أنا بقى أشارك كل شخص بيجي بريتش فيه تغيير حياته أكتر من تغيير ابتسامته لأن كل الناس عارفة إن الابتسامة هي جزء كبير من حيات الشخص فوجود البريتش اسمايل أو اللي السمايل اللي عليها ختم بريتش عليها الختم التاعي التصميم بتاعي فهي مؤثرة جدا في حياته أنا شاركته في حياته خليته يغير حياته كل النجوم اللي شرفونا في بريتش كل الناس دي أنا شاركتهم لحظات السعادة بتاعتهم وإحنا دايما بنركز إن إحنا نتواصل مع الفيشنت بعد ما يمشي بعتنا صور الفرح صور القطوبة صور مناسبة سعيدة بنؤثر باللسمايل بتاعتنا فيه لنا طبيعة خصة لنا تصميم خاص بنعمله لنا شغل خاص بنعمله سيستم معين مش موجود غير في بريتش أنا ما أعتقدش إنه فيه في مصر سيستم يوازي سيستم بريتش وعشان كده فخورين جدا بنبذل مجهود رهيب عشان ننفذ السيستم ده الناس جات هنا كتير وعرفوا قد إيه إن إحنا كل يوم ممكن نمشي خمسة الصبح وستة الفجر من المكان ونيجي بدري ستة عشرين دكتور تخصصات مجموعات من الناس بتشتغل عشان ندي للبيشنت سيربس عالية بما معناه فرقشا عالي جدا يعني يؤدي الوظيفة بتاعت أسنانه بشكل كويس يأكل بشكل كويس يعض بشكل كويس وفي نفس الوقت نضمن له سمايل ديزاين تصميم للابتسامة بشكل كويس عانينا كتير من إن إحنا بنبص على ناس بتبتسم نكتشف إن ابتسامتهم كلها شبه بعض ده معناه إن متعملوش تصميم مفيش تخصصات قربت منه مفيش ناس درست هو عايز يعمل إيه اللي سمايل ديزاين بتاعته عاملة إيه وعشان كده إحنا شغالين على التراجد